إذا هلأ بنتك مثلاً عمره 14 أو 16 يعني قولي لنا سن معي نجد قاتلك ماما عندي بويفرند مثلاً فشو بتعمل؟ لا أنا أنا يعني 14 طبعاً يعني ما قدرش أقول إنه يعني هقول لها آي حبيبتي أعمل اللي أنت عايزية؟ لا طبعاً يعني لغاية 18 سنة أنا رأيي إنه أنا مرة أنا فكرة أنا قعدت مع حد دكتور نفسي وشرح لي القصة دي كده قال لي إنه لغاية 18 الواحد مش بيبقى عنده النضوج عاطفي فالواحد بيبقى غير ناضج عاطفياً وبدليل كده الواحد مش بيعرف كمان يختار حاجاته وممكن الحاجات اللي اختارها أغير رأيي فيها أنا دلوقتي بحب حاجات بعد شوية مش هبقى بحبها يمكن أنا بحب الصفة دي في الشخص الفلاني بحب هقولك حاجات سطحية بس مثلاً بحب واحد يكون رغاي جداً جداً واجتماعي قوي بعد أما أنضج وابتدي رأيي يتكون هبتدي اكتشف إنه لأ عنده أنا بحب أكتر كلام قليل هدوء مثلاً فرأيي بيتغير مشاعري بتتغير فأنا مقدرش إن أنا أقول إن أنا في الوقت ده لما هرتبط بحد هدي مشكلة إن الناس لما بتصاحب بتفتكر إنه why not أنا في احتمال نتجوز نحن مش عارفين لا على فكرة رأيك هيتغير مشاعرك هتتغير ولو منت مشاعرك ما تغيرتش اللقصادك مشاعره هتتغير يعني لغاية طبعاً ملهاش سن بالضبط بس فرنج 18 19 20 أحياناً بعد كده ممكن أقول آه ممكن ممكن نصاحب علشان دلوقتي أنا واحدة نتجة أقدر إن أنا أجرب أختلط بولاد واشوف أنا بحب إيه وما بحبش إيه واتعرض للعالم ده حتى بصفة خاصة يعني لكن أصغر من كده أنا أنا لو زنقت نفسي في واحد مش هعرف أتعرف على بقية الولاد ومش هعرف أشوف العالم ده عبارة عن إيه عالم الولاد ده في إيه مختلف عني وأنا مشوفتش غير واحد وزنقت نفسي فيه وكل مكلماتي وكل أحاسيسي وكل حاجة شاركتها مع واحد بس وطريقته وطريقته في إنه يسمعني ويكلمني ومعرفتش بقيتهم كده ولا مش كده اشتركوا في القناة